مسألة الضغط الشعبي وهل لي فرص ولا مالوش فرص هل يقدر يحرك ما يحركش إلى أخيره طيب خليني هنا أخذ لك الكلام ده وهنوسعه وأنا دايما من أنصار أنه الوضع في أوروبا يختلف بالكلية عن الوضع في الوقت المتحدة الأمريكية سواء إذا كان في السياسة وطريق التعاطيها أو حتى على المستويات الشعبية ومطلقة للرأي العام وما إلا ذلك خليني هنا أرحب وبشدة بضفتنا العزيزة الكتبة الصحفية لأستاذة مانال لطفي وهي الخبيرة المتخصصة جدا جدا الحقيقة في أشأن الأوروبي ورئيس مكتب الأهرام في لندن أهلا بك أهلا وسهلا إزاي كله تمام الحمد لله يمكن أن نبدأ الأول استهلالا بمسألة الفوارق اللي وصفها المزيع بأنها شاسعة ما بين الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي الرأي العام الأوروبي والرأي العام الأمريكي هل فعلا فيه هناك فوارق شاسعة وإلى أي مدى؟ أولا مرحبا بحضرتك والمشاهدين الكرام بالتأكيد في فوارق كبيرة بحكم اختلاف التجربة التاريخية بين المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي المجتمع الأوروبي مسيس جدا كل اللي بيعيش بأوروبا بيعرف الأوروبيين مسيسين يهتموا بالسياسة والشرق الأوسط بالنسبة لهم يعتبر زي حديقة خلفية بسبب أنه كل مشاكل الشرق الأوسط بطريقة ما بتنعاكس على أوروبا من خلال الهجرة واللجوء من خلال الأزمات الاقتصادية مثلا الكساد أو الركود الاقتصادي في أوروبا أحيانا بيكون مرتبط بأزمات بالمنطقة العمل التاني الخاص بالخصوصية الأوروبية غير أنه الشرق الأوروبي مسيس وغير أمريكا أمريكا بينها وبين العالم محيط ضخم جدا والشعب الأمريكي كما تفضلت غير مكترس بالسياسة إلا فيما يتعلق بحياته اليومية لكن بخلاف ذلك لا يهتم بالسياسة العالمية نهيك عن السياسة بالشرق الأوسط العمل التاني أنه أوروبا بها 44 مليون مسلم جيل أول وثاني وثالث مسلمين من كل القرات تمثيل عربي واسع جدا استطاعوا في السنوات الأخيرة بالذات يكون لهم كمان تمثيل سياسي قوي جدا في المجالس المحلية وفي البرلمانات الأوروبية في ألمانيا في عدد كبير من العرب في بريطانيا في مسلمين كتير في فرنسا كمان حتى عمدة لندن من أصول مغربية أحد العمد المنروب في عمدة بريس عفوا كان من أصول عربية عمدة لندن مسلم على سبيل المثال صديق خان إذن أنت لديك جيل ثاني وثالث ورابع من 44 مليون مسلم في أوروبا لديهم اهتمام بالمنطقة لديهم أسر وعائلات